أجرت كاميرا تلفزيون المصري لقاءات مع عدد من الموطنين الذين أعربوا عن أملهم في فوز المنتخب الوطني وتخذ خطوة هامة نحو الصعود إلى كأس العالم 2022 وأعرب الموطنون عن ثقتهم في لعبي المنتخب الوطني وقدرتهم على تحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصري الذي يقف وراءهم لتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم أنا أطلب من اللعيب أنهم يعملوا حساب الجماهير اللي راحت وراءهم 60 ألف متفرج يقدوا أداء رجولي يحاولوا أنهم يستثمروا كل فرصة جيلهم أنهم يحرزوا منها أداف إن شاء الله نعمل أداء كويس يعني وإن شاء الله المنتخب يلعب كويس وإن شاء الله هنكسب 2-0 يعني إن شاء الله حاولوا تفرحوا للشعب المصري وإن شاء الله نتأهل ونكون سبب في ساعات الشعب المصري وما يستحق أكتر من كده الماتش صعبة جداً طبعاً بس وهيبقى فيه برضو زي الماتشات اللي فاتت إحنا عارفين إن بيبقى فيه شوية أخطاق تحكمية فهم يركزوش في كده ويركزو في الماتش في التسعين ديئة إن شاء الله نحسم التأهل من هنا المنتخب مصري لكسة 2-1 محمد صلاح ساجل جون وقالباً يا تريزيجية مرموش اللي ساجل جون التاني عايزين عوضنا على البطولة اللي خسرناها بطولة أفريكا اللي فاتت عايزين نعوض الماتش اللي خسرناها عايزين نفرح الشعب والجمهور اللي راحين وراه والناس اللي تشجع من اللعب الناس في البيوت بإذن الله بإذن الله ربنا يكرمنا ونكسة 2-0 بإذن الله اشتركوا في القناة